دخل الاحتلال الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى على جميع الجبهات وفي جميع أنحاء البلاد وفق ما أعلن عقب اغتيال القيادة في حركة حماس صالح العروري وستة آخرين في قصف بمسيرة بالعاصمة اللبنانية بيروت وتستعد المؤسسة الأمنية الاسرائيلية لسيناريو حرب واسعة على جبهتي لبنان وقطاع غزة فهل تتوسع الحرب وتتغير قواعد الاشتباك للحديث حول هذا الملف نرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي السيد ضيف الله الدبوبي أهلا بك سيد ضيف الله أهلا بك صباح الخير لك لك كافة الأخوة المشاهدين على هذه الفرائدة صباحك سعيد أهلا بك لنبدأ سيد ضيف الله من آخر التطورات وتحديدا في جنوب ووسط قطاع غزة ميدانيا منذ فترة قصيرة عندما أعلن دخول الإسرائيليين إلى المرحلة الأخيرة أو الثالثة من العمليات وجدنا أن هناك في تغيير في السياء الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وهي أن تبقي شمال غزة بعد أن تبقيه في حالة تشنج أو في حالة عسكرية دائمة أي الانسحاب من المناطق التي وصلت إليها والوصول إلى فقط الحاجز الأمن الذي ستستطيع إسرائيل عمله والتي ترغب إسرائيل في عمله وهو بمسافة ثلاثة كيلومتر عمقا من السياءة الحدودي لغزة وعلى كافة حدود غزة نعم فمنطقة الشمال لازالت هناك في عمليات عسكرية رغم تراجع القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة لا زالت هناك في الشجاعية لا زالت فيها عمليات عسكرية جبالي اللى انسعبت منها القوات الإسرائيلية لا زالت فيها عمليات عسكرية بيت لاهيه بيت عنه كل حتى في وسط غزة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية لا زالت في منطقة الشمال هناك في عمليات مقاومة أي تدلل على أن المقاومة لا زالت موجودة في منطقة الشمال وإسرائيل تحاول تغيير الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الآن في غزة وهي الانسحاب إلى المنطقة المفتوحة والتي تستطيع من خلالها قتال وحداتها المدرعة وأن لا تفاجأ برجال المقاومة وأن تكون خارج المدن في المنطقة المفتوحة داخل هذه المدن ومن ثم تعمل عملية حصار لقطاع غزة ولمدة ست أشهر قادمة ممكن وهي في حرب استنزاف حتى تستنزف قوة المقاومة اتجهت إلى الوسط حتى تعمل ما عملته في الشمال احتلال كامل ومن ثم العودة وتدمير إن كانت هناك وجدت أنفاق وعثور على أنفاق فاتجهت إلى منطقة الوسط الوسط فيها ثلاث مخيمات رئيسية هي البريج والمغازي وانصيرات القتال الآن في هذه المخيمات الثلاثة على أشده لازالت إسرائيل لم تحتل هذه المنطقة بشكل جيد حركت الفرقة 36 من الشمال لما تركت الشمال إذن الآن بدأت تسحب قواتها من منطقة الشمال وترسلها إلى منطقة الجنوب هذا يعني انسحاب كامل لقوات الاحتلال من شمال القطاع أم بتوقعاتك في الأيام القادمة هل ستنسحب كاملة أم ستبقى بعضا؟ لن تنسحب من القطاع كامل هي تنسحب من المناطق التي فيها المدن والبنايات الرئيسية حتى تنهي الحركات المقاومة التي تقوم بعملية مقاومة وتخرج من الأنفاق ومن البنايات فيتذهب إلى مناطق خالية في المنطقة الشمالية على المحور الرشيد هناك القوات الإسرائيلية متواجدة بحريا وبريا فسحبت الفرقة هذه الستة الثلاثين ومعها اللواء الجولان الذي يقاتل الآن في الشجائية وذهبت باتجاه طريق صلاح الدين واتجهت باتجاه قسمت المنطقة الوسطى إلى قسمين البريج صار شرق الطريق ومن ثم المغازي غرب الطريق واتجهت إلى خان يونس لأن هذه الفرقة تقاتل في خان يونس إذن الجنوب الشمال الآن إسرائيل تحاول أن تعمل كما عملته في الشمال إنها تحتل كل المنطقة ثم تنسحب إلى المنطقة الواقعة شرق مخيم البريج المنطقة الفاضية واتجهت أيضا في نفس الأسلوب إلى خان يونس وخان يونس الآن العمليات داخل خان يونس وسط خان يونس العمليات العسكرية الآن مستمرة بالرغم أن هناك في قوات سرائيلية تجاوزت خان يونس بتجاه البحر خان يونس المعارك مستمرة في القرارة في خزاعة في بنسهيل لا تزال العمليات العسكرية قائمة سرائيل تحاول أن تحتل هذه المنطقة ثم تعود إلى المنطقة الواقعة في منطقة بنسهيل لأنها مفتوحة الأهم يا سيدي الأهم هو أن إسرائيل تحاول الوصول إلى محور فلادلفيا وهذا المحور الذي تحدث عنه نتنياهو وهو الذي يقع بين مصر وخان يونس حتى تكمل الإطباق على خان يونس وتعمل عملية إطباق وتحاصر هذا القطاع بشكل كامل ولكن بما أنه عم نتحدث عن محور فلادلفيا كان هناك تصريحات مصرية بأنها لن تسمح بالوصول إلى المحور بما أنه المحور له خصوصية لربما مصرية فلسطينية المحور هو داخل الأراضي الغزوية وهو قريب من الحدود المصرية نعم لكن إذا وصلت القوات الإسرائيلية إلى هناك ستتذرع أنها هي تعمل داخل أراضي غزة وبالرغم أن المعبر هو يسيطر عليه الغزويين والمصريين إلا أنهم سيبتعدوا قليلا في المنطقة التي يتواجد فيها المستشفى الأردني أو المستشفى الأهضاء قريبا السيطرة على المحور لا يعني أن أصل إلى الحدود السيطرة على المحور يعني أن أسيطر على هذا المحور إما بالنار أو بالمناورة المناورة قوات العسكرية إن كان هناك شيء ممكن أن لا تسمح فيه مصر فتستطيع القوات الإسرائيلية أن تتواجد على بعد 2 كيلو من هذا وهو محور المحور اتساعه يصل إلى 7-8 كيلو فإنت لما تكون ضمن 5 كيلو من هذا المحور أنت سيطرت على المحور بالنيران اللي هي أسلحة المدفعية أسلحة الدبابات حتى أسلحة الرشلة المتوسطة تصل أحيانا إلى 1200 متر ننتقل إلى موضوع آخر وهو سحب الألوية وخسائر الاحتلال كان هناك سحب الألوية في الأيام الأخيرة وكان هناك خسائر للاحتلال لربما التصريحات مقارنة بما نراه كاذبة نوعا ما نعم بداية إسرائيل أعلنت أنها ستتداخل 5 ألوية إلى قطع غزة قبل أن تقوم بسحب الألوية وخاصة بعد أن دمرت الكتيبة 13 وهي من اللواء الجولاني في منطقة الشجاعية وسحبوها ورصد سحبها ورصدت وهي تتواجد في مناطق السكن تبعهم الرئيسية خارج غلاف غزة نعم ثم أعلنت أنها ستقوم بسحب ألوية الاحتياط ألوية الاحتياط التي تتواجد في غزة تقدر بخمس ألوية احتياط نعم هذه الألوية الاحتياطية يبدو أنها غير قادرة على التعامل مع القتال في المناطق المبنية فحاولت أن تسحب هذه الألوية بالرغم أننا لم نرصد حتى الآن إسحاب كتيبة واحدة من الألوية التسعة لم نرصد لا عن طريق الإعلام ولا عن أي طريق آخر أنها سحبت هذه الألوية التسعة وهذه الألوية معروفة أرقامها ومعروفة أن تتواجد ضمن منطقة غزة وأبقت على الوحدات النظامية وهي الفرقة مئتين واثنين وخمسين فرقة ستة وثلاثين والفرقة مئتين واثنين وستين بالإضافة إلى ثلاثة الألوية المقاتلة التي هي ألوية المهام الخاصة وهو جولاني جفعاتي واللواء خمس ثلاثين المظليين إذا سحبت هذه القطاعات يعطيني دلالة على أن هذه القطاعات أصبحت نصبة غطاء القوة فيها أقل من ستين بالمية وهو ستاندرد عالمي أي وحدة عسكرية تنزل قطاع القوة فيها أقل من ستين بالمية على القائد أن يطلب ساحب هذه القوة واستبدالها بقوة أخرى ستين بالمية تقاس بالعتاد بالأفراد والمعدات والعتاد إذا الآن عندي أربعمية ووصلها الآن إلى مثلا مئتين ومئتين واربعين علي أني أطلب ساحب هذه الوحدة فممكن كثرة الخسائر فيها هي أدت إلى أن إسرائيل تعلن إنسحابها ثانيا ممكن هذه الوحدات أيضا غير قادرة على التعامل في المناطق المبنية فحاولوا سحبها من أجل إرسال قوات أخرى مدربة على هذه العمليات كذلك ممكن أن تكون هناك خطة عسكرية إسرائيلية وهذه الخطة العسكرية إسرائيل معروفة عنها دائما وأبدا هي خادعة والحرب خدعة حرب خدعة ممكن أن تسحب هذه الألوية أمام الملأ وتعود إلى المناطق الفارقة ثم تأتي بقوات طازة جديدة وتقوم بعمليات عسكرية أخرى حتى إحنا نقول والله أن إسرائيل ستتجه إلى السلام تتجه إلى هدنة هايهم سحبوا ست ألوية أو خمس ألوية من غزة لا القطاعات الموجودة في غزة كبيرة جدا تقدر لحد الآن بأربع فرق وهذه ضمن ثلاثمائة وخمس ستين كيلومتر هذا لم يسجله التاريخ لا عسكريا ولا حتى رغم ذلك يتكبدون خسائر نعم خسائر كبيرة جدا ولا زالوا لحد الآن لم يسجلوا أي نصر نعم وحتى هذه لحظة لم يتم السيطرة كليا على أي منطقة في قطاع ولا كيلومتر مربع من سيطر عليه من قبل القوات الإسرائيلية نعم كل كيلومتر مربع يظهر إلو مناك مقاتل ويقوم بتدمير دبابة نعم طيب ننتقل إلى جبهة أخرى هي جبهة الشمال الفلسطيني الجنوب اللبناني هذه الجبهة الذي كان يتوقع الكثيرين أن تتصاعد بعد اغتيال نائب رئيس حركة حماس في لبنان صالح العاروري هذه الجبهة أهميتها قدرتها وهل تتوقع في الأيام القادمة أن تتصاعد هذه الجبهة بما أنه إسرائيل دخلت إلى العمق اللبناني وتحديدا إلى المربع الأمني الأكثر لربما الأكثر الجنوبية نعم هي الضاحيات الجنوبية العمليات في جنوب غزة في جنوب لبناني تختلف اختلاف كله وإسرائيل لها خبرة من الثنين وثمانين والثنين وثسعين ولها خبرة في قتالها مع مناطق جبلية ولها خبرة في قتالها مع حزب الله وهم مبارح وضعوا قواتهم بأعلى درجات الاستعداد هناك يوجد أربع فرق مدرعة إسرائيلية موجودة في الشمال من مرج بن عامر وباتجاه الجولان وباتجاه لبنان والواجهة اللبنانية سخنت بعد غزة ولكن كانت تسخينها هو عبارة عن تراشق مدفعية وقذائف دبابات وهي لم تصل بمستوى المعركة نعم هي وصلت بمستوى انه احنا حنحاول ان نجد اي شيء نساند في القوات اللي موجودة في اول قتال مع الاخوة في غزة كما الحوثيين ايضا تحركوا هم من الاذرعة الايرانية التي تتحركهم اينما كانت اسرائيل معروف عنها انها قتلت اك او قد استشهد على يد اسرائيل اكثر من قائد من قادة حزب الله نعم في لبنان في سوريا وفي الظاحية الجنوبية وقتل والان استشهد العرور ومعه اثنان من قيادة حماس وكذلك اربع اشخاص موظفين في مكتب في الظاحية الجنوبية نعم تصور انه في الظاحية الجنوبية رسالة الى حزب الله اننا استطعنا ان ان وهو مهدد العرور مهدد العرور سجلوا مقاوم من الدرجة الاولى شجاع بطل هو الذي اوجد العمليات العسكرية في طول كرم وهو الذي انشأ الجناح العسكري لحماس في طول كرم وسجن وابعد وبدأ الان يعمل بعمليات العلاقات حماس مع الدول الاخرى نعم وكان ذاهب من اجل ترتيب الهدنة كما يدعو وكان في تركيا ثم ذهب الى الى بيروت والضاحية الجنوبية من اجل مقابلة الرئيس الامين عام حزب الله ومع هذا هل هي طبعا اسرائيل معروف عنها انها هي لا تعيش الا بعملاء ومن اصلا نظري او ما يكتب على المسادة الاسرائيلي لا حياة لدولة بدون عملاء لا حياة لدولة بدون عملاء فهم صنفهم الاول ان يقوموا بتجنيد العملاء نعم واكيد ان جندت عملاء وارسلت الان رسالة الى حزب الله ماذا سيحدث الان العرور استشهد في الضاحية الجنوبية واستطعت طائرات المسيرة ان تصل للضاحية الجنوبية هذه المسافة اين كان حزب الله اين الدفاعات الجوية اين الرادارات لوحدة الان هي هي على استعداد تام في هذه العمليات هناك عمليات كثيرة حدثت قبلها قاسم سليماني قتل في مطار دمشق وقترته الامريكان واعترفوا انهم هم الذي قتلوا قاسم سليماني والذي الان البارحة صار في تفجيره في المرقة تبعه في كرمان اذا هذا هذا يعطيني على ان من التهديد لم يصل الى درجة التنفيذ نحن نرغب او نود ان يكون هذا التهديد بدرجة التنفيذ اما اننا سنرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب هذا سمعناه من سوريا اكثر من مرة الاراضة السورية وهي فيها قوات للبنانيين مستباحة 24 ساعة اي ساعة تقوم الطائرات الاسرائيلية بقصف دمشق في وسط دمشق تقصف القوات الايرانية سيدي بما انه انتقلنا الى سوريا خلينا بس نستعرض اخر احداث نعم بداية اغتيال في لبنان نعم هذا خلال 24 ساعة الماضي اغتيال في لبنان تفجير في ايران قصف لسوريا نعم تمام وكان هناك قصف نعم وعمليات في البحر الاحمر وتهديد ووعيد للرد على الحوثيين في حال استمر ما يقوم به الحوثي بالاضافة الى الحرب الاساسية التي دخلت اليوم شهرها الثالث وتسعين يوما في غزة هل هناك مقومات عديدة لحرب اقليمية قادمة كمحل ومتابع للعمليات العسكرية الاسرائيلية منذ 67 ولا حد لها منطقة البحر الاحمر حطها عشقة دولت 12 دولة صوتوا على انهم يجب ان يحموا البحر الاحمر فدولها نتنيوهو من اللحظة الاولى عندما تبلغ على انه هذه سفينة اسرائيل لا هذه لمواطن اسرائيلي تاجر والبحر والبحر هذا دولي ودولها ومعطاها لم يعطيها اي اهتمام حتى الاعلام الاسرائيلي لم يتحدث عن هذه العمليات فدولها من اليوم الاول ومن ثم تبنتها الولايات المتحدة وامريكا وفرنسا وحاولوا ان يجمعوا الان الدول من اجل حرية التجارة في البحر الاحمر البحر الاحمر والحوثيين لم يحدث هناك اي شيء يؤثر على منطقة الشرق الاوسط او منطقتنا هنا بالنسبة لحزب الله او الصراع الصراع القائم في غزة ايضا هذا اسرائيل ستقوم بعمل سياج امني في غزة بعد ان تنتهي عمليات غزة بغض النظر وستكون هناك حرب استنزاف طويلة الامد نعم فيه باتجاه حزب الله او منطقة حزب الله حتى حديث امين عام حزب الله ليلة البارحة اجل بعض المواضيع الى يوم الجمعة سأعود مرة اخرى لاتحدث الى يوم الجمعة ايران الصراع بين بين حزب الله بين الحزب الله واسرائيل هذا صراع عليه تفاهمات نعم ولن يخرج عن اطار التفاهمات اذا سيبقى مستمر وسيبقى مستمر تراشق ولن تكون هناك عملية عسكرية تدخل فيها قوات اسرائيلية الى لبنان لان لبنان بالنسبة لفرنسا في دول اوروبية هي داعمة للبنان وحتى لو كان هناك حزب الله هناك في تفاهمات ما بينهم وما بين الامور ايران اما ايران وسوريا وسوريا ايران الانفجار الذي حدث سيمر مرورا عابر بالرغم انهم اشاروا باصابع الاتهام الى امريكا واسرائيل هل لا يوجد لا يوجد اعداء لايران فقط سوى اسرائيل وامريكا هما يعلموا من هم الاعداء او من هم الذين يقاوموا داخل قبل فترة كانت هناك مظاهرات صاخبة في كل المناطق الايرانية نعم وكانت هناك عدم رضا والاوضاع في ايران متضعضعة جدا هما لكن رأسا الحمالة حملوها لاسرائيل وامريكا حتى لا ينتهوا الى الداخل الايراني نعم انا لا اتوقع ايران ان تقوم باي عمل عسكري نتيجة لعملية كرمان طيب يعني بعد هذه التحليلات لما حدث خلال 24 ساعة الخلاصة بانك لا تتوقع ان تكون هناك حرب اقليمية لا 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 اتوقع ان تحدث اي حرب اقليمية الان الكل يصعد من استعداداته لدرجة ونسميها احنا في العمليات العسكرية عرض القوة نعم يصعد في استعداداته اتوقع الان اسرائيل ان تحرك افراقها والوياتها باتجاه الجولان وباتجاه لانه الساحة امامهم واسعة من الجولان وحتى رأس النقورة هذه ساحة واسعة ساحة عمليات وخاصة منطقة البقاع ساحة عمليات لقتال لوحدات مدرعة وهذه لعبة لعبة المدرعات الاسرائيلية ولعبة الجيش المدرع الاسرائيلي فشل في غزة لانه لم يقاتل مدرع قاعد يقاتل رجال مقاومة يستطيعوا ان يصلوا الى المدرعة او الدبابة كذلك فشل في حرب تموز نعم يعني لربما الاحتلال منذ الفين وستة وحتى هذه اللحظة يتجرح زائم عديدة اكيد خسائر نعم ويعني ثقته ولربما يجب أن نضم صوتنا الى صوت الجميع بانه الاحتلال بدأ الى زوال وهذا عسكريا وانتم تتحدثون به كخبراء بانه الاحتلال عمي فشل امام مقاومين دائما اكيد دائما وابدا اي عمليات عسكرية يعقبها استخلاص الدروس المستفادة من هذا العمليات العسكرية نعم من الفين عندما دخلوا الى لبنان وب92 ودخلوا بالاثنين وثمانين استطاعا لبنانيون وحزب الله ان يعقضوا العبرة والدروس من العمليات التي التي استطاعت ان تنجح فيها اسرائيل نعم فقاموا بتسليح وحداتهم العسكرية بما يتلاءم مع الهجوم الاسرائيلي في مناطق جبلية صعبة هنا مناطق مبنية هناك مناطق جبلية صعبة واستطاعوا ان يوقف القوات الاسرائيلية وان يوقعوا فيها خسائر كبيرة جدا من الفين وستة نعم وبالمقابل غزة من الفين وسبع طاش استطاعت المقاومة ان تدرس ماذا تريد وجدوا انهم الشيء الذي يريدونه هو الاسلحة المضادة للدبابات فوجدنا عندهم الان عشر انواع اسلحة مضادة للدبابات بدي اشكرك جزيل الشكر سيد ضيف الله دبوبي ضيفنا الدائم الخبير العسكري والاستراتيجي اهلا بك شكرا الى الله صلى الله عليه وسلم اهلا